ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في بنامجنا مدرسة على الهوى نهارده إن شاء الله هنكمل بقية منهجنا بنسبة لسكند بريب إنت عندك الجبرة أو اليونت فيها بتتكلم كله على الفاكتوريزيشن الفاكتوريزيشن عندك فيه كذا نوع على حسب كل نوع حسب المسألة بابدأ أشوف إيه النوع المناسب لي وفي آخر الفاكتوريزيشن خالص هنبدأ نقولك إزاي تفكر في المسألة واشوف هي تابع أنهي نوع طيب أنا اللي اسمه بتاعي النهارده ظريف جدا وده أطول أسهل نوع عندك من أنواع الفاكتوريزيشن عندك اسمه الديفرنس of two squares هفكرك الأول بحاجة كنت أخذها في first prep عشان نقدر نكمل النهارده الشغل بتاعي تعال نشوف عندي كنا وغدين إيه في first prep لما أنا كنت جايبها لك عندك مسألة كنت أقولك x plus 5 وx minus 5 كان دي مسألة كنت أخذها كنت أقولك اعمليها simplify كنت أقولك آه لما تلاقي عندك same brackets with opposite sign كنا بنعمل first square minus second square اللي هي تبقى 5 power 2 اللي هي 20 cam 5 ده اللي انت كنت أخذه first prep السنة دي هناخد العكس أنا هبقى مديالك expression بتاعك ده اللي هو binomial اللي هو two terms وهتبدأ ترجعه عندك لأصلك إزاي لو أنا مديالك x square minus 25 ترجع لأصلها عندي طيب هنقولها إزاي عندي تعال نشوف أنا المسألة هبقى مديها لك x square minus 25 بالشكل ده وعايزة أبدأ أعملها الكلام ده أول ملاقي المسألة بتاعتي وهنا عندي فيه minus لازم أن تكون هنا عندي إيه؟ minus هبدأ أعمل إيه؟ بيقولك لما تلاقي عندك binomial two terms وهنا فيه عندي منهم minus هعمل إيه؟ هاخد هبدأ أعمل opening the two brackets وهبدأ أخذ square root للfirst term عندك لما أخذ square root of x square هديني عندي إيه؟ x و x يبقى أنا square root of x square داني x و x وهاخد square root ل20 كام 5 root 25 هديني كام 5 و 5 وهحط واحدة عندي plus والتاني يبقى عندي بالإيه؟ بالمينس يبقى أنا عندي x square minus 25 الدرس بتاعي اسمه is the difference of two squares يعني إيه two squares؟ يعني two numbers عملهم power 2 دي x power 2 وهنا 5 power 2 اللي هي 25 أهم حاجة أني لازم أن يكون عندي إيه؟ minus يبقى أنا عندي two terms ما بينهم minus يبقى أنا هاخد square root للfirst square root of x square يبقى x و x root 25 بقى 5 و 5 واحدة plus والتانية minus تعالي نبدأ نشوف بقى شوية أفكار معايا عندي للأسئلة هنبقى شغالين عليها إزاي؟ يلا معايا جهز الكالكليتور بتاعتك عشان تبدأ تحسب معايا تعالي نشوف مسألة ونقول عاملها إزاي؟ لو أنا كابلك عندك x square minus 49 عايزة أبدأ أعملها آه عندي binomial وعندي minus يبقى أنا هاخد square root للtwo sides يبقى هنعمل equal عندي أدي opening two brackets وهنبدأ ناخد square root هياخد عندي square root للx square هيبقى أنا عندي x و x هياخد square root لل 49 هيبقى أنا عندي 7 و 7 والتانية يبقى عندي واحد plus والتاني minus تعالي نعمل واحدة كمان لو أنا كابلك عندك x square minus 36 equal equal هنعمل إيه؟ آه عندي هنا minus يبقى أنا أقدر أشتغل هنعمل opening two brackets وهنبدأ ناخد square root للfirst term square root of x square هيبقى أنا عندي x و x وناخد root 36 يبقى هنا 6 وهنا 6 1 plus والتاني minus تقولي أعكس مش تفرق معي في حاجة بتهاية دي كده الفكرة عندي بسيطة نبدأ بقى نعلم درجة الأسئلة لو أنا جايبها لك عندك 9 x square minus 16 عادي جدا همشي بنفس التكنيك بتاعي بتاع الشغلة عندي هنبدأ نعمل opening two brackets وهبدأ أخد السكوير root عندي للtwo sides لما أخد السكوير root هنا عندي السكوير root هيدخل على x square بس لأ ده هيدخل كمان على 9 هحسب root 9 root 9 هيبقى equal 3 يبقى هنا عندي 3x والside الثاني برضو 3x لما ناخد عندي root 16 يبقى root 16 يبقى 4 و 4 1 plus والتاني minus يبقى أنا عندي السكوير root هيدخل على 9 وهيدخل على x square تعالي ناخد واحدة كمان لو أنا عامل لك المسألة بتاعتك هنا هو 9 minus y square هتقول لي إيه ده لغبة أماكنهم عايدي مش تفرق معاك في حاجة المهم أن أنا عندي هنا إيه minus طول ما دي minus يبقى أنا كده في الأمان أقدر أخدوا السكوير root بتاعي براحتي يبقى هنبدأ نعمل عندي opening two brackets وهنبدأ ناخد الroot للfirst والroot لمين للsecond root 9 هيبقى هنا عندي 3 وهنا عندي 3 وroot y square هيبقى هنا عندي y وهنا y واحد بلس والتاني minus طب في حد مدايقهم الشكل ده وهو متعود على شكل معين أنت عندك المسألة عندك كانت عبارة عن إيه كانت عندك 9 minus y square وأنت متعود أن السيمبل بيجي لك في الأول مفيش أي مشكلة ولا تتدايق ولا تزعى عن نفسك هنبدل الأماكن بتاعتهم زي ما إحنا عايزين بس في حتة صغننة هنعملها تعالي نشوف كات مسألة عمامولة إزاي هي 9 minus y square تمام أنا عايز أبدل أماكنهم طب لما يجي أبدل أماكنهم عندي المفوض أنت هتبقى أعمل هنا y square وهنا عندي 9 صح أنا مقدرش أغير في المسألة بتاعتي المسألة بتاعتي هنا 9 بالبوستف فالمفوض جي بالبوستف وجي بالنيجاتف صح يبقى أنا كده أبدلت الأماكن بتاعتهم آه بس هتقولي حاجة أنت لسه قيلة أني لازم السين اللي في نص تبقى بالنيجاتف هل دي عندي بالنيجاتف لا بقولك هعمل إيه هسحب سين بالنيجاتف هاخدها common factor لما أخد نيجاتف بره البوستف يتحاول يبقى نيجاتف والنيجاتف هتحاول يبقى بوستف يعني دي نيجاتف وي سكوير بالنيجاتف هتتحاول تبقى بالإيه بالبوستف دي بوستف 9 هتتحاول تبقى نيجاتف كام 9 يبقى تاني يبقى أنا عندي أنا بدلت الأماكن بتاعتهم بقت عندي النيجاتف وي سكوير في الأول وبوستف 9 في التاني وأنا لازم المسألة عشان أحلها لازم أن تكون بالإيه بالنيجاتف عشان أعمل النيجاتف دي خدت sign common factor سحبت النيجاتف منها طلعتها بره فالي سكوير بالنيجاتف تحاول بالبوستف 9 بالبوستف تحاول بالإيه بالنيجاتف طب لو أنت ملسة مش فاهمها تعني يعملها لك بحاجة تعني أدي 3-X هنبدل الأماكن بتاعتهم وفوضة هعملها X-cam 3 ويبقى أنا كده سحبت sign A بره يبقى 3-X يبقى النيجاتف بره بقت نيجاتف X-3 لو أنا جيت عملتلك عندك 7-X لو بدلتهم هتبقى عندي X-7 والنيجاتف موجودة عندي A بره واحدة كمان لو أنا عملالك عندك 4-X هنبدل أماكن ببقى X-4 والنيجاتف عندي موجودة إيه بره طب نرجع بقى للمسألة بتاعتي لو أنا كنت مدايقاني نفسيا أدي عندي النيجاتف بره هتنزل زي ما هي ملهاش دعوا بمسألتي خالص أبدأ أعمل فاكتورايزيشن لده هنعمل opening ونبدأ ناخد الـ square root يبقى أنا عندي هنا root Y square وroot 9 يبقى الـ Y square هتتقسم الـ Y الـ 9 هتبقى 3 و3 واحدة plus والتانية minus طيب تعال نشوف أفكار تانية معايا على نفس الدرس هنبدأ ندخل بقى معايا مش هناخد سيمبل واحد بس هنبدأ ندخل معايا X وندخل Y ونبدأ نشوف عندي هتبقى عاملة إزاي تعال نشوف لو أنا عاملالك عندك say 25 X square minus عندك 100 Y square ما تتخدش عادي جدا مش دي minus binomial يعني two terms ما بينهم عندي minus هشغالة بنفس الـ steps بتاعتي هنبدأ نعمل opening two brackets وهنبدأ ناخد الـ square root لـ each term لو أنا خدت هنا الـ square root لده والـ square root لده الـ root عندي هيدخل على مين ومين قلنا هيدخل على 25 هيدخل عندي على X لما يدخل عندي على 25 هيدخل على 5 ولما يدخل على X square يبقى X يبقى هنا عندي 5X وهنا عندي 5AX لما دخل عندي على 100 root 100 بتن وعلى Y square يبقى Y هنا تن Y وهنا تن Y واحد بلس والتاني بالـ A بالـ minus احنا كل المسال اللي احنا اشتغلناها كتعندي power A power 2 المرة دي بقى عندك الوضع بتاعك هيتغير أنا مش هعمل لك power 2 لأنا هعمل لك power تاني say power 4 power 6 power 8 كلهم even numbers لو أنا عندي power بتاعي اختلف بدل ما هو power 2 عندي اختلف بقى حاجة تانية نفس التكنيك بتاعي هشتغل به احنا وغدين من الفيرس ترم ان الـ square root لما بيدخل على عندي على number الـ power بتاعه بعمله divided by 2 بمعنى ايه لو أنا جيت عملت لك square root لـ X power 2 كنا قلنا يبقى إيقوال ايه X طب لو أنا عمل لك الـ square root لـ X power 4 يبقى هنعمل power divided by 2 يبقى إيقوال X square لو عمل لك الـ square root عندك لـ X power 10 يبقى هنعمل الـ power divided by 2 يبقى إيقوال X power 5 فأنا ما يدينيش لو الـ power بتاعي اختلف تعال نشوف مسألة عليها لو أنا عمل لك المسألة بتاعتك say جايبالك عندك X power 4 minus عندك 49 وعايزة أبدأ أعمل لها factorization هنشتغلها عادي خالص هنعمل opening two brackets أنا عرفت منين إن هي عندي عندي two terms binomial والـ sine ما بينهم minus لازم تكون minus هشتغل عادي هاخد الـ root عندي للfirst term وroot عندي للsecond term طيب يبقى X power 4 هنعمل power divided by 2 بقى هنا تقسمت X square وX square 49 هيبقى عندي 7 و7 واحد plus والتاني minus يبقى أنا كده إيه خلصتها أوكي طيب تعال نشوف واحدة كمان ومسألة خطيرة جدا بتيجي في الامتحان فيها شغل شوية بيقولك X power 100 minus 1 مسألة بسيطة خالص هتقول لي عادي إيه المشكلة فيها أنا عندي هنا binomial termain وفيه عندي بالـ minus هشتغلها إزاي برضو هنعمل opening two brackets وهنبدأ ناخد square root لو أنا خطة عندي square root هنعمل power divided by cam by two 100 divided by two هتديني equal cam هتديني 50 يبقى هنا X power 50 وهنا X power 50 هاخد root 1 هيطلع لي 1 1 واحد بالـ 1 بالـ هتقول لي الجديد في الانت ultima هنت زي من الانت عمات تقولي من أول حلقة هقولك خب بالك أنا بعد ما بعمل factorization ممكن يجيب لي في راس السؤال كلمة زغننة قوي عندك يجيب لك يقولك يقولك factorize completely يعني هتبدأ تعمل factorization لأقصى طريقة لأقصى حتى تقدر توصله بمعنى أن أنا بعد ما حلي ما اسألت بالفactorization العادي أتأكد هل فيه factorization يبقى تتحسب عليها لو قالك completely لو ما فيش خلاص بس خب بالك لو ما كتبتهاش وهو طالبها في السؤال بقى أنت تتبقى تتنقص عليها تعالي نشوف في مسألة أنا كبهة دي هل لها لها تكملة لها جزء تاني تعمله factorization ولا لا تعالي نبص بيها أنا مسألة بتاعتي كان مكتوبة عندك زي لما عماتت factorization كان طالعلي x power 50 plus 1 و x power 50 minus 1 هتقول لي الفرست براكت عندي هنا في بلاس وانت لسه قيل لي تقول ما في بلاس في باينوميال أنا مش قدر أخذ الروت طب تعالي حلو للسكند براكت أنا هنا عندي دولة باينوميال وفي عندي minus طب هلا نقدر أخذ الروت للتو سايدز ولا لأ اسأل نفسك قدر أخذ روت للففتي هل الففتي دي قدر أعملها divided by 2 آه هتقول للففتي لو divided by 2 قدر أسمها للتوينتي فايف وتوينتي فايف يبقى المسألة دي يا باشا ليها تكملة يبقى الفرست براكت عندك هينزف زي ما هو إكس باور ففتي بلاس الوان البراكت التاني هنبدأ نعمله فاكتوريزيشن اجين هيبدأ يتفكى عندي للتو براكت تانين وهبدأ أعملها معايا أدي روت ففتي هاخد الروت اللي هنا والروت اللي هنا يبقى روت ففتي يبقى هنا إكس باور ففتي يبقى هنا إكس باور ففتي وهنا إكس باور ففتي الوان هيبقى هنا وان وهنا وان واحدة بلاس وهنا ماينس هتقول لي إيه ده أسمتها هقولك آه لو جالك كومبليتلي لازم أن تكملها ولو في توزيع الدرجات عملها لك بالطريقة دي وإنت ما كتبتهاش هتنقص عليها طيب أسأل سؤال تاني ينفق أعمل فاكتوريزيشن تاني ولا ممكن كل شيء جايز على حسب المسألة عندي هنا البيينوميال وهنا في بلاس لكن هنا ما قدرش أخذ السكويروت للففتي عشان هنا بالبلس هنا عندي الساكن ترم بلاس مش هقدر أشتغل عليها الساكن آخر ترم عندي هنا بالإيه بالماينس طب أقدر أفكها عندي تاني هقولك روت 25 ال 25 أقدر عملها ديفايد باي تو لأ ما قدرش عملها ديفايد باي تو لأن إحنا وضعين انتجر باور بس الباور بتاعي وما عملتاش كلها من أولها لآخرها هيبقى فيه مشكلة عندي طيب في مسألة عندك في قلب الكتاب أنا أول ما اكتب هالك هتبدأ تتنح فيها شوية هتستغربها جدا هتقول لي إيه ده هتلاقيها باينوميا العادي ترمين وهتلاقي ما بينهم ماينس وفيها إكس سكوير آه ده لأخذ سكوير روت لكن لما تيجي تاخد السكوير روت هيتلع لك فيها ديسيمال طب إزاي أنت يسألنا أنا مش عايزها ديسيمال خرص في حاجة أساسية إحنا قلناها لك في بداية الترمى عندك إن أي مسألة فكتوريزيشن ستيب وان لازم تدور هل في عندي هايست كومان فكتور فيه اتش سي اف أقدر أخذه ولا لا يبقى يا باشا أول ما تجيلك أي مسألة فكتوريزيشن أول ستيب هتفكر فيها هل أقدر أخذ هايست كومان فكتور اتش سي اف ولا لا دعنا نشوف المسألة بقولك عليها شكلها عامل إزاي المسألة عندك معمولة إزاي بيقولك إيه 8 x square minus 50 عندك بينوميا لأي طالب هيفكر بأن إحنا متعودين عليه وعندي minus هاخد الـ square root هاخد root 8 وroot 50 هلاقي أتلعي ديسيمال وفركشن فمش هينفع افتكر كلمتي لازم أن ترنف ودنك إنت عندك أتأكد ما فيهش هايست كومان فكتور أقدر أخذه عندي ولا لا عندي الـ 8 والـ 50 إيه هو الـ common table اللي بيجمع ما بين الـ 8 وما بين الـ 50 هما الاتنين إيه الـ table المشتركين فيه هما الاتنين هلاقي هما الاتنين divisible by 2 فtable 2 يبقى أنا أقدر أخد منهم 2 common factor يبقى أول استابع عندي هاخد 2 common factor عندي وهبدأ أعمل opening للbracket أبدأ أعمل dividing زي ما إحنا عارفين 8 divided 2 equals 4 والـ x square فضلت معي زي ما هي minus 50 divided by 2 يبقى 25 يبقى أنا كده أخدت common factor عندي الـ step بتاعتي بعد كده هبص المسألة بتاعتي بقت زريفة لطيفة أقدر أخد ليها الـ square root طب والـ tool انت كابها دي بره هتعملها إيه ولا تضايقك ولا تنرفزك خبيها كأنها مش موجودة واشتغل مسألتي عادي لما أجي أبدأ أعمل ليها factorizing هنبدأ نعمل opening two brackets هبدأ أخد الـ square root هنا للـ site دا وهاخد الـ square root للـ site دا root 4x square يبقى أنا هنا عندي 2x وهنا عندي 2x root 25 هنا عندي 5 وهنا عندي 5 واحد بلس والتاني ومينس ما تنساش بقى الطول اللي انت كنت مخبيها هتنزل معايا زي مهاني يبقى دي كانت فكرة من ضمن الأفكار اللي موجودة عندي تمام كده طيب تعالى نشوف فكرة كمان عندي موجودة بس المسألة وما تشوفها شكلاي خض وانا معايا هتخضك جمد قوي بس ما تقلقش طول ما انت فاهم هتقدر في حل المسألة تعالى نشوف المسألة بتقولك إيه المسألة عندك بيقولك عندك إيه x plus 1 all power 2 minus x minus 1 all power 2 إيه الحاجات اللي انت كتبها دي لأ بالراح علي استن أنا هنا عندي كم term 2 term هتقولي لأ دولة 4 وهقولك لأ الترمات بيفرما بينهم عندي plus ومينس دا كده عندي first term ودا كده عندي second term حلو الكلام يبقى أنا عندي termين وبينهم minus يبقى أنا أقدر أعمل عندي ايه difference between two squares هشتغل زي ما احنا متعودين هنبدأ نعمل two brackets opening لهم ادي brackets بس هعملها squared bracket واتعرف كمان شوية ليه هاخد square root للسايد ده وهاخد square root للسايد ده لما اجي هاخد square root لده square root هي cancel power cam 2 يبقى هنا عندي x plus 1 وهنا عندي x plus 1 الناحية التانية هابدأ أخد ليها برضو square root لو خدت square root بتاعي square root هي cancel power cam 2 هيبقى عندي ايه x minus 1 فهنا x minus 1 هعملها between brackets وهنا x minus 1 هعملها between ايه brackets حلو الكلام كلام جميل كده أنا خلصت شغل بتاعتني عدد دي أهم حاجة صينات يبقى هنا عندي 1 plus والتاني ايه minus يبقى أنا ما تخدش من شكل المسألة طب هل أنا كده خلصتها لأ هي فيه step كمان هنزبطها أكتر نزبط شكلها عندي نعملها simplify طبعا ال plus ما بتعمليش أي مشكلة احنا عارفين ان هي مش مؤزية بالنسبة لي هيبقى المسألة بتاعتي هيبقى x plus 1 plus x minus 1 شلت ال bracket شلت الحدود ما بينها تعالها للناحية التانية x plus 1 زي ما هي d minus دخل على bracket لما بتخش على bracket بتشقل بكيانه البوستف يتحول يبقى نيجاتف والنيجاتف يتحول يبقى ايه بوستف فالx بالبوستف هتبقى عندي بالنيجاتف ال one بالنيجاتف هتتتحول بالايه بالبوستف ليها simplify كمان هنبدأ نعمل البركت الاولين عندي x وx يبقى كده كم x يبقى 2x 1 minus 1 ال one بوستف 1 هتروح مع نيجاتف 1 يبقى انا كده خلصت اول ب2x تعال نخش على البراكت التاني البراكت التاني عندك فيه ايه x ونيجاتف يبقى ال x هتتتكنسل مع نيجاتف كم x يبقى عندي مين ال one وال one one plus one equal كم 2 يبقى 2x time 2 يبقى في الاخر ترقيت equal كم 2 time 2 before x يبقى هي مسألة طويلة بس شكلها غريب بس لو مشيت عليها بالراحة هتقدر تشتغلها يبقى احنا كده عملنا difference of two squares بما ان احنا معانا وقت شوية ممكن ندخل على لسن البعادينا ان هو شبه بصفة كبيرة الدرس اللي بعاديه بيكلم على عندك اسمه sum difference of two cubes two cubes يعني عندي power cam power 3 بيقولك ايه الفرمة بين الدرس ده والدرس ده انا طول ما احنا شغلين حلقة كلها بيقولك اتأكد قبل ما تاخد الدرس كورود ان الصين اللي في النص لازم ان تكون ايه minus بالنسبة لحالة الكيوبك انا ما بتفرقش معايا minus plus الحمد لله ما فيش اي مشكلة معايا اقدر اشتغلها تعالى نشوف ايجزامبل بسيط بيوضح لك ازاي هنحلها تعالى نشوف اول مسألة بيقولك عندك ايه x cube plus 8 هتقول دي plus هقولك عادي مدام هنا power 3 ما فاش مشكلة بيقولك لما ييجي عندك 2 cubes عندك هتعمل فيها ايه باشا بيقولك هتعمل opening 2 brackets بس من مرة دي bracket صغير و bracket كبير هنعمل bracket صغير و bracket ايه كبير وهنمشي بنفس التكنيك اللي احنا شغالين عليه هناخد cubic root لل x وال cubic root لل 8 بس ده هنا cubic عشان هنا عندي ده cubes power 3 طيب cubic root هيcancel power 3 بقى هنا x و cubic root اللي لقيت هيديني cam 2 والplus هتنزل زي ما هي كده في مشكلة لا انسى بقى المسألة وركز مع ده عشان ده لنا هبدأ اشتغل عليه المسألة بتاعت شايفة باكتسو غنون ده ده هيطلع منه كل حاجة باخد first square x هتبقى x square وهاخد second 2 square بتاعها بالfour وطبعا لازم هتكون بالإيه بالpositive ركز بقى معي في الحتة دي في term هنا في النصة هي الكتب بيقولك هنعمل إيه 2 numbers دولة time الـ smiley دي هنعمل x time 2 x time cam 2 x time 2 بتو x أهم بقى حاجة الصين عندي لو أنا هنا عندي صين دي بلس هتتحول لنحية تتقل بإيه minus ولو دي minus هتتحول تبقى بإيه plus يبقى الصين اللي في النصة عندي هنا دي بنشأل بها لو هي plus هتتحول تبقى إيه minus يبقى تاني كده بالراحة نشوف احنا عملناها ازاي عدي عندي x cube plus 8 خدت الكيوب كروت للفرس ترم إداني x الكيوب كروت للأيت إداني 2 والصين بتاعته بنزل زي ما هي أنا كده دي دي ما جبتش ده خالص شغلي كله على البراكت الصغير بس تنتجي البراكت الكبير من البراكت الصغير باخد الفرس سكوير x سكوير نزل زي ما هي هناخد 2 2 سكوير ترعتلي كان 4 ده طول عمرها بتفضل بالباست في البلاس عندي لأن أنا عندي السكوير بيلغي الصين بعد كده هنعمل السميلي دي هنعمل 2 number 2 terms time x time 2 2 x التحويلة بتاعتي البلاس هيتحول يبقى عندي بالإيه بالمعارضة تعالي نعمل example تاني علشان توضح إيه معاك نفس الكلام عندي ونشوف المسألة بتاعتي تبقى عاملة إزاي لو المسألة عندك مديها لك execute minus 27 أنا هنا عندي two terms وعندي minus أنا قلتلك minus أو plus اللي اتنين بتاعي مايفرش نفس التكنيك الشغلة هبدأ أشتغل معايا لما يقول لك cubic هتاخد cubic root بنعمل opening two brackets الفرست bracket واحد صغير والتاني بيكون إيه كبير نبدأ ناخد هاخد الكيوبك root للفرست term الكيوبك root هيcancel power 3 بقى لي x وهناخد الكيوبك root لل27 يتبقى لي عندي cam 3 و minus فلت minus زي ما هي هبدأ أشتغل على البركت ده بناخد الفرست square يبقى x square second square 3 power 2 9 وطبعا دي عارفينها plus بعد كده نعمل smiley لتنين دولة time x times 3 يبقى 3x آخر لقطة عندي المينس هيتحاول يبقى إيه plus يبقى أنا كده عملت إيه factorizing إيه إليها يبقى دي كده كان فكرة من ضمن إيه الأفكار واحدة كمان لو أنا جايبالك x cube x cube عندك plus 64 يبقى أشتغل معي مفو بدأت توضح معيك يبقى هنعمل opening two brackets bracket صغير و bracket إيه كبير نبدأ ناخد cubic root للfirst term يبقى هنا عندي x وناخد cubic root لل64 هيديني 4 هنا plus ننزل plus نبدأ نشتغل براكت التاني الفرست سكوير يبقى x square second square 16 ودفق عطول بالplus نعمل smiley بتاعي لتنين دولار time x time 4 يبقى 4x دي عندي plus اتحاول ببقى إيه minus يبقى ده كده عملنا factorizing المين للكيوبك إيه للtwo cubes عندي أو sum of difference of two cubes نبدأ بقى نعلم الأفكار عندي ندخل عندي أكتر من symbol ونبدأ نشوف هنبقى عاملينها إزاي تعالي نشوف المسألة بتاعتك بتقولك إيه بيقولك عندك m power 3 plus 64 n power 3 في m و n مش هتخض هعملها بنفس التكنيك بتاعي هنبدأ نعمل براكت صغير وبراكت كبير هنبدأ نشتغل ناخد الكيوبك روت والكيوبك روت الكيوبك روت عندي لل m هيدينينا m وهنا الكيوبك روت 64 هيبقى عندي 4 و أقا يدخل على ال n يبقى هنا يديني m d plus هتفضل هنا plus نشتغل بقى البركت ده الفرست سكوير هيبقى m سكوير السكند سكوير خب بالك أنا هعمل 4 n كلها power 2 يعني هعمل 4 وهعمل n يبقى 4 power 2 عندي 16 و عندي ال n بقى n سكوير و d plus نعمل 2 دولار time m time 4 n هديني 4 m n d plus هتتعمل هنا عندي بال a بال minus شقل بتقسين يبقى احنا كده الحمد لله خدنا كده جزئية حلوة في المنهج عندنا خدنا difference of two squares وخدنا اسمه difference of two cubes ان شاء الله نكمل الحرقات الجاية بقيت المنهج طلبة الصف السلسة الأداء دي ألقاكم بعد الفاصل كانت معكم مروة زكريا من قاط مصر التعبنية مع السلام ترجمة نانسي قنقر